أهلا بكم في تلك البقعة المنكوبة من العالم في قطاع غزة وبعد أن دخلت الحرب شهرها الثالث لا يزال السبيل الوحيد للخروج من القطاع هو معبر رفح البري لهذا المعبر طبعا جانبان الجانب الإداري الفلسطيني في غزة والجانب المصري من الطرف الآخر يقول غزيون إن هناك وسطاء من غزة يتعاونون مع أشخاص في الجانب المصري من المعبر في مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 إلى 7000 دولار لوضع أسمائهم على لوائح للخروج من معبر رفح البري ولكن يبدو أن الخروج من غزة طبعا أبوابا أخرى إن صح المعنى المجازي بي بي سي حصلت على شهادات من فلسطينيين يقولون إن هناك سماسرة لتقاضلنا الآلاف في مقابل تسهيل العبور إلى الجانب المصري كما ذكرنا بعض الأسماء ضمن كشوفات المغادري من السمع أهل زوجي حاولوا إنهم يطلعون من غزة ويحكوا مع ناس بيعرفوهم والناس هذولا حاكموا مع الناس اللي بيشتغلوا في المعبر أو والله ما بعرفهم بالضبط فطلبوا منهم 6000 دولار على كل شخص ومش بس بره حاولنا إحنا من هنا من غزة إنه نطلع نشوف طريقة إنه نطلع أنا وزوجي وولادي فكل ما نشوف حدا أو الماكل حدا نقوله إنه بياخدوا الجهات اللي بتنصق 6000 دولار أو 7000 دولار أحيانا وكان التنصق أول الحرب 2500 دولار على الشخص بعدين غليل لأنه صار الحاجة والطلب للسفر أكثر غليل فصار أعتقد 4000 بعدين صار 5000 وهولا 6000 وفي ناس بتقول 7000 دولار فالظروف العادية يمكن للفلسطيني في أن يخرج من غزة لكن بصعوبة شديدة وفي حالات خاصة ومحددة كأن يكون من حملة الجنسيات الأجنبية أو أن يكون أحد العاملين في مؤسسات أجنبية دولية بحيث تضع تلك المؤسسات اسمه بعد التواصل مع سفرات بلدانها وترشح الاسم للخروج من قطاع غزة الحالة الثالثة هي أن يدرج اسم الشخص ضمن كشفات الجرحى والمرضى الذين يغادرون قطاع غزة للعلاج لكن كل هذه الحالات تحتاج بالطبع إلى موافقة السلطات الإسرائيلية وبحسب صفحة الهيئة العامة للمعابر في غزة فإن الهيئة لا تتدخل في تسجيل الأسماء مطلقا الصحفي أبو بكر بشير يقول أن هناك آلية أخرى للخروج من القطاع إن لم تتوفر أشروط السابقة في الغزيين وهي المرض الزواج الجنسية أو العمل مع منظمات دولية ما هي هذه الألية؟ نستمع هناك آلية أخرى تماما مختلفة تسمى التنسيق هي كانت موجودة منذ سنوات طويلة وهي عبارة عن أن مواطنا من قطاع غزة يرد السفر فيدفع مبلغا من المال لفرد ما في قطاع غزة هذا الفرد يقول أن هذه علاقات جيدة تسمح له بتسهيل سفري أو تسريع سفري هذا الشخص الفلسطيني أو عائلة من قطاع غزة الآن السياق مختلف هو سياق حرب وبالتالي العرض أقل والطلب عالي ولكن الأرقام هي المختلفة الآن يتم دفع ألاف الدولارات حقيقة مقابل كل شخص يريد المغادرة من قطاع غزة لا يزال الألية بشكلها العام هي ألية ثابتة يتم دفع هذا المال إلى مواطن فلسطيني داخل قطاع غزة يقول أنه يمتلك العلاقات اللازمة لتسهيل مغادرة هذا الشخص وعائلته توصلنا مع السلطات المصرية للتعليق على الدعاءة دفع رشا بوسطاء من أجل العبور عبر معبر رفح لكن لم يردنا أي شيء من السلطات المصرية حتى موعد إذاعة هذه الفقرة لكن تقارير صحفية نقلت عن الوزارة بأنها استحدثت ألية إلكترونية لعودة المصريين وأسرهم وأن أي طريقة أخرى يجري الحديث عنها إن هي إلى أعمال نصب وذلك ردا على اتهامات حول إجبار مصريين على دفع رشا للخروج من قطاع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي تناول البعض المعاناة وتجارب الخاصة في محاولة الخروج عن طريق المعبر العراب الأخير يقول الحرب في شهرها الثالث والعدوان البري والجوي يتوسع ولا يعد توفير تلك المبالغ الكبيرة هو المشكلة الوحيدة بالنسبة للراغبين في المرور من معبر رفح بل تكمل الأزمة الحقيقية في ضمان الخروج من غزة إلى الجانب المصري بعد دفع المال إذ لا شيء يضمن ذلك كما لا يوجد ضامن لاستعادة المال أما المتيم فيقول سجل عندك للتاريخ إن من يريد أن يخرج من غزة عبر معبر رفح مسافرا إلى الخارج يرغم على دفع مبلغ خمسة ألاف دولار أو أكثر أو يبقى في غزة محمد الحوراني يقول التهجير من معبر رفح لسيناء خط أحمر ولكن إذا دفع الفرد الواحد خمسة ألاف دولار فلا يوجد أي مانع